يا كابتن كل واتساب 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 مفيش تليجرام ولا ايه? السلام عليكم ورحمة وبركاته معاكم متحكم. تليجرام واتساب. طبعا انت شفت الانوان بتاع الفيديو وعارف احنا هنتكلم عن ايه. طب ايه هي السبع اسباب دول? وليه تليجرام افضل من الواتساب? ليه تنقل كل الاتا بتاعتك او الناس بتوعك على التليجرام وتقول لهم تعالوا نتكلم على التليجرام احسن من الواتساب. كلمنا في كزا حلقة هتلاقي في علامة الاي اللي بتظهر فوديتك عن الواتساب وعن مشاكله وعن المميزات اللي فيه لكن برغم كل اللي هو فيه دوت الواتساب مش افضل تطبيق للدردشة موجود. يعتبر منافس قوي جدا للواتساب ويعني بمميزات افضل بكتير وسلاسة افضل وحاجات كتيرة جدا افضل هنتكلم عليها دلوقتي. قبل ما نتكلم طبعا لازم تعمل اشتراك في القناة يعني ده اكيد جدا بيساعدنا وتقول لنا رأيها في الكومنتات بعد ما تتفرج على الحلقة ايه الحاجات اللي انت شايفها افضل في الواتساب لو انت بتفضله والتليجرام طبعا ده اقول لنا بعد ما الحلقة تخلص كده تقول لنا في الكومنتات. اول سبب ان التليجرام لتطبيق منفصل على جهاز الكمبيوتر. بمعنى التطبيق المفصل ده بتقدر ان انت زي زي ما احنا بنجرب كده في الويب بتاع اه واتساب. التليجرام عنده نفس التطبيق دوت نفس الفكرة لكن الفرق ان انت موبايلك مش لازم يكون متصف بالانترنت. يعني مسلا لو انت معاك اللابتوب وفي مكان مفوغش انترنت على موبايلك. لكن جهاز اللابتوب عليه انترنت. تقدر توصل للرسالة بتاعتك وكل الداتا بتاعتك والناس تقدر تكلمها مباشرة من عن طريق التطبيق دوت اللي موجود على الويندوز العادي جدا من غير ما تحتاج ان موبايلك يكون متصل بداتا. بعكس الواتساب اللي لازم يكون الموبايل متصل بداتا اثناء الاستخدام. واتساب بتفكر تعمل الموضوع دوت في الفترة اللي جاية والكلامنا عليها في حلقة قبل كده هتعمل في اعلامة الاي اللي موجودة فوق. لكن حتى الان التليجرام افضل وسيلة لاستخدام الرسائل عن طريق الكمبيوتر من غير ما يبقى موبايلك متصل بالانترنت بشكل نهالي. ثاني حاجة التطبيق من غير اعلانات وما فيش اعلانات هتظهر وتطبيق مجاني بشكل كامل. طبعا شفنا في الواتساب خططه لعرض الاعلانات برسائل بأثناء الاعلانات ما اشتغلتش بشكل كامل عند كل الناس. في ناس صغر عندها الاعلانات. في ناس ما ظهرش عندها الاعلانات. في وتساب بتبدأ ان هي تختبر الموضوع دوت. وحتبدأ ان هي تعرض اعلانات على الرسائل بتاعة الواتساب جوة. طبعا فيسبوك المالكة لشركة الواتساب بعد ما اشتريته طبعا. هتبدأ تخط اعلانات فيسبوك على الواتساب. وطبعا الاعلانات الموجهة اللي انت لما بتجي مسلا تتكلم عن حاجة معينة بيجي لك الاعلان دوت. هو نفس الحكاية كده. الواتساب هيبدأ ان هو يشوف البيانات بتاعتك انت بتتكلم عن ايه? ويبدأ اعرض لك اعلانات عنه. هيبدأ يعرض الاعلانات دي مقابل الحاجة اللي انت بتتكلم عليها. لكن تليجرام واعد ان هو التطبيق سيبقى مجاني. ما فيش اعلانات. ما فيش اي حاجة خالص. وطبعا ده اماد لخصوصيتك بشكل اكبر لان هو مش مستفيد من اعلانات منك. تالت سبب واهم سبب بالنسبة للتليجرام انا شايفه مفيد جدا. التطبيق بتقدر تبعث منه ملفات باحجام كبيرة جدا. بتوصل لحد جيجا ونص. من مشاكل الواتساب ان هو لما تيجي تبعث صورة بتبعث ملف بتبعث اي حاجة الملف بيتضغط عشان تقدر تبعثه. لكن التليجرام بتقدر الملف بكامل بنفس الجودة الاصلية بتاعته. ما بيقلش الجودة. لو صورت الصورة وعايز تبعثها لحد وما تقلش جودتها استخدم تليجرام الصورة هتوصل بنفس الحجم. عايز تبعث فيلم كامل بتقدر تبعثه. عندك آآ فرحك موجود على الموبايل عايز تبعثه لحد. تقدر تبعثه. التليجرام مميز جدا في الموضوع ده. ان هو تقدر تبعث بيه ملفات لحد جيجا ونص. ده عكس الواتساب اللي بيوصل لحد ميت ميجا فقط. فانت ده في ميزة كويسة جدا ان انت بتقدر تبعث ملفات بحجم كبير جدا. ممكن تستخدمه لنقل الملفات. شغلك آآ بتقدر تستخدمه في شغلك حتى لو انت حد عميل بتعايز تبعث له شغل بشغل آآ الشغل بتاعك مسلا بحجم كامل بجودة عالية فتقدر تبعثه عن طريق تليجرام هيكون اوضل بكتير. رابع سبب الامان والتشفير. الطبي آمن جدا بيستخدم بروتوكول ايه التشفير بتاع البيانات امتي بروتو وبيخليك تقدر تبعث الرسائل بدون ما يبقى فيها اي تهكير في النص الرسائل هي بتبقى مشفرة من الجنبين فطبعا ده حاجة كويسة جدا برضو بيقدمها الواتساب لكن هو كمان التليجرام بيقدم الميزة ديت مقابلا كمان ان هو ما فيش اعلانات والحاجات دي كلها فطبعا ده هيكون اأمل بكتير ان بياناتك تكون خاصة بيك انت محدش يقدر يشوف البيانات بتاعتك حتى الشركة نفسها فالتطبيق بيجمع ما بين السلاسة والسرعة وفي نفس الوقت تشفير عالي ما بين رسائلك ورسائل الشخص اللي انت بترسله فالرسائل بتبقى مشفرة من النحيتين من اللي انت بتبعت له وبتستقبل منه الرسائل رقم خمسة وميزة مهمة جدا طبعا لما بتيجي تكلم حد على الواتساب بيظهر له رقم تليفونك على اساس انت الشخص ده فانت التليجرام تقدر ان انت تتواصل مع الاشخاص عن طريق اسمك فانت لما بتيجي تكلم حد في انت اسمك هو المسجل كأنك بتكلمه على الفيسبوك الاسم اللي انت بتسجله فتا طبعا هيكون دي خصوصية اكبر لو انت بتتكلم على الجروبات او المجموعات محدش هيقدر ان هو يوصل لرقمك لكن هيوصل لاسمك فقط شايف اسمك والاكاونت بتاعك على التليجرام فقط لغير مش هيشوف رقمك فانت بتقدر ان انت تتواصل كشخص مش كرقم بيقدر حد يوصل له ان هو يتواصل بقى معاك عن طريق بقى التليفون وتصل بيك والحاجات دي كلها فانت مش لازم يكون برقم تليفونك انت ممكن تتواصل مع الناس عن طريق اسمك فقط الميزة السادسة واللي بيتفوق فيها برضو على الواتساب التليجرام بتقدر تنشئ في مجموعات بتوصل لحد خمس تلاف اكاونت او خمس تلاف عضو في الجروب ده وكمان تقدر تعمل جروبات تقدر تنشر بيها لعدد لا نهائي من المستخدمين جروب مسلا بيبقى فيه هو اللي بيحط فيه او اللي بيبعد فيه رسائل للناس فممكن عدد لا نهائي يشترك فيه المجموعات دي فالمجموعات في التليجرام ميزة جدا بتقدر كمان تبعد فيها ملفات كبيرة ملفات بقى حاجين كبيرة لو في مجموعة عملة كبيرة مسلا عايز تحط فيها بيانات في اصدقائك ودي طبعا بيبقى اسمها القنوات غير المجموعات كمان اللي بيبقى فيها اعضاء مشاركين متفاعلين القنوات اللي انت بتقدر ان انت تعمل بيها رسائل لكل الناس المشتركة على التليجرام بتاعك او الاكاونت اللي انت او اللينك اللي انت بتبعته لهم عشان يقدروا يشتركوه فيه الميزة السبعة ان انت ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا من خلال التطبيق من غير ما تخرج برا تقدر ان انت تبحث على ويكيبيديا تتفرج على يوتيوب وبدون ما تطلع برا البرنامج نهائي فانت بتقدر تعمل حاجات كتيرة جدا 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 جوة البرنامج من غير ما تطلع برا دي كانت مميزات تطبيق التليجرام فاقول لنا برضو في الكومنتات اللي انت شايفه برضو لو انت جربت التطبيق او شايف الواتساب او تطبيق تاني مميز عن التطبيق دول فانت لو في حاجة اقول لنا برضو اه في الكومنتات تحت ومتنساش الاشتراك في القناة والفعال الجرس اتنشوفوا حلقات اللي فاتت وارجع حلقات اللي جاية اشتركوا في القناة